تسعى كوريا الجنوبية إلى توسيع صادراتها من الغواصات العسكرية التي تعمل بوقود الديزل، وذلك بعد أن حققت رقماً قياسياً غير مسبوق خلال العام الماضي في بيع المدرعات والمدافع ذاتية الدفع والطائرات الهجومية الخفيفة. ونجحت الصناعات الدفاعية الكورية مؤخراً في تطوير غواصة تعمل بالديزل تزن ثلاثة ألاف طن باستخدام تكنولوجيا محلية خالصة، وهي مجهزة بأنبوب إطلاق عمودي، وبالتالي تتمتع بقدرات هجومية متميزة وزمن غوص طويل ومواصفات على مستوى عالمي. وتعمل كوريا حالياً على مد وقت عمليات الغواصات تحت الماء إلى ثلاثة أضعاف. بناء على هذه المواصفات الممتازة، تسعى الشركات الكورية ذات الصلة إلى اقتحام الأسواق العالمية للغواصات العاملة بالديزل، خاصة في كندا وبولندا والفلبين، حيث يبلغ إجمالي تكاليف المشروعات ذات الصلة في تلك الدول حوالي 70 تريليون وون، أي ما يزيد عن 51 مليار دولار. في هذا السياق تقدمت شركة HD هيوندي للصناعات الثقيلة وهنوا أوتشون بمذكرة أولية للفوز بمشروعات في بولندا، كما أبرمت شركة هنوا مذكرة تفاهم مؤخراً، وذلك من أجل تنفيذ مشروع للغواصات مع شركات تقع في كندا.